موسيقى كيف كانت؟ نحن أحب أن أذكر أن أنا مقيمة في أستراليا وكان في تعاون بيني وبين زميل إسمه أستاذ علي درويش مثلما ذكرت البحث هيدا ابتدى على أساس بحث جامعي أنا كنت عبدالجامعة وطبعا بأستراليا في اهتمام باللغة العربية يعني يمكن في ناس يفكروا أن أستراليا بعيدة ومنقصعة عن الناس والعالم ولكن لا في عدة جامعات بالدارس اللغة العربية وأنا كنت عبدالجامعة دراساتي بمجال الدراسات الشرق أوسطية واللغة العربية وابتدت بهالإثار أعمل هذا البحث بين العمية والفسحة ولكن صار التعاون بيني وبين الأستاذ علي درويش هو ضليع بمسألة كتابة الكتب واللغة العربية والترجمة ويعني بهذه الأمور صار التعاون على أساس أنه بيكون العمل أفضل وأكبر وأوسع وأشمل وتم هالعمل واشتغلنا عليه تقريباً شي سنة وصدر من شي شهر النقطة المفصلية بالكتاب هي مسألة الزواجية باللغة العربية بزمن العالم والأعلام الفضائي هل التركيز على الأعلام ودور الأعلام بينشر اللغة العربية الصحيحة؟ نعم أكيد مثل ما بنعرف كلنا أنه هذا عصر تواصل عصر وسائل اتصال عالمية والعالمية اللي هي شاملة كل بلدان العالم فوسائل الأعلام تلعب دور كتير كبير بهالإطار والفضائيات العربية اللي بتوصل على كل بلدان العالم ومنها أستراليا أكيد إلى دور كتير كبير بالنشر اللغة ومن هون بتجي المسؤولية الملقات على عاتق هذه الوسائل يعني من أجل متابعة اللغة العربية الفضحة والتركيز عليها وما دايما ننجر يعني باللغة العامية اللي هي طاغية بشكل أو بآخر على اللغة العربية الفضحة نعم هل ترقتوا بهذا الإطار لموضوع الكتاب والشعراء اللي هني كمان يعني في مسؤولية تقع على عاتقهم بالمحافظة مش فقط على اللغة العربية وإنما أيضا على بعض التعبير اللي بلشنا نفقدها يوم بعد يوم هلأ ما فينا نحنا نحكي عن الكتاب أو الشعراء يعني بشكل تقييمي من وجه نظرنا لأنه الإنسان بالنتيجة بيعبر عن أحاسيسه باللغة أو باللهجة أو بالمقام اللي بيشوفه قريب من قلبه يعني أكتر فطبعا في مشاعر يمكن بتكون بتطلع باللغة العامية يعني عندك الزجل مثلا عندك الشعر العامي الأغاني كل هذه ما فينا نلغيها وبهذا الكتاب ما في فصل بين العامية والفصحة أنه هذه أفضل يعني إحنا لا ندعو إلى مثلا الالتزام التام باللغة الفصحة وترك اللغة العامية لا لأنه هما جزءان لا ينفصلان عن بعضهما البعض يعني هذا الشيء اللي أنا عم بحكيه يعني هذه بتردف الأخرى فأكيد ما فينا نحنا مثلا ندعو أنه مثلا أنت يا الشاعر كتوب بهاللغة لأنه ما أفضل أو لا لا أكيد فيه هالأحاسيس لازم تطلع من الإنسان بشكل طبيعي بطريقة الحبيبة عباشة نعم ولكن اللغة الفصحة ما لازم تضيع بخدام الانتباه إلى اللغات الأجنبية واللغة المحكية يعني بالإضافة للغة المحكية كمان في موضوع اللغات الأجنبية وخاصة معروفة عن اللبناني أداف بيستعمل اللغات بجمله أو يمكن بحياته أدوميه بلا ما ينتبه يعني فيه كثير تعبير نحن نقولها باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية ونحن نعتبرها أنه هيدا خلاص صارت عربي يعني بالنسبة للنا وشغلة كثير عادية هيدا موضوع كمان متطرقين طبعا أكيد يعني نحن متطرقين لموضوع الانبهار إذا بدك باللغات الأجنبية وبالدول الغربية يعني ولا ننسى طبعا تأثير الاستعمار علينا على أساس أنه نحن مثلا تأثرنا يعني مرت سنوات طوال أول شيء من مثلا الحكم المملوكي وبعدين العثماني والاستعمار الفرنسي والإنجليزي يعني ببعض الدول العربية وفاتت هالكلمات وخاصة هلأ يعني بالوقت الحاضر الإنسان بيحب أنه يفرج إنه هو بيعرف لغات أجنبية وطبيعة اللبناني اللي هي معروفة من زمان أنه نحن على البحر وفيه تعاطي وتجارة وأخذ عطبين كل شعوب دول العالم الغربي ولكن بالنتيجة إنه ما بدنا ننسى إنه لغتنا غنية وما ضروري إنه ننبهج أو ننبهر باللغات الأخرى لازم نركز على إنه لغتنا هي مصدر خلق وفيها عندها من المقاومات ما يكفي لأنه نستعملها بشكل النقي ما هيك لنعبر عن نفسنا ولكن هون حكيتون عن المثقفين حكيتون عن دور المدارس حكيتون عن دور التربية المنزلية يعني كمان ما هكونوا ولادنا عم نعلمون أنن على اللغة اللغة الفرنسية و الانجليزية ما يكونوا يعرفون يسعون عربي يعني في كثير الأولادنا نرى فإذا ما نحكيون 2 فرنسية و 22ige وإنجليزية بيجابونا بكثير سهولة هونكما في دور للأهل وأهل وفي دور للمدارس والمتشديد على اللغة العربية أكثر من لغات الأجنبية الأكيد يعني الإنسان بيرجع لإنتماءه هويته طبعا إذا بيعرك لغة أجنبية هذه كمان كتير منيح كنز يعني بإيد الإنسان أو سلاح يعني إذا أنت رحت على أمريكا وما بتعرفي تحكي إنجليزي وتعرفي كتير تحكي عربي ما بينفعك ولكن ببلدي كمان أنت لازم تعرفي تتمكن من اللغة العربية ومن عمر صغير يعني نحن مثلا يجب أن نترك مثلا اللغات الأجنبية والإنسان قادر أنه يتعلم عدة لغات يعني ليش لا أنه يكون ضليعين بلغة أجنبية معينة أو فرنسية أو إنجليزية أو أي اللغة اللي كانت ولكن لغتنا لازم نحافظ عليها مثل ما تفضلت أنه مش بس نتفاعل ونتعطى مع بعضنا هي هويتنا هي انتمائنا واللي بيترك انتمائه وهويته لديع يعني بالنتيجة والدور اللي ذكرته بالنسبة للأهل والمدارس كتير كبير ما هيك؟ المدارس واحدة ما فيها تعمل شي هلأ المدارس مين بيديرها؟ بيديرها الوزرات الوزرات طيب على حكومة الحكومات لازم يكون عندهم فيها ولكن بالمدارس اللبنية عم نشوف يعني مدارس الخاصة والرسمية أن اللغة العربية أخذ الحيز الأكبر هلأ المواد العلمية والمواد التانية بتنعطى باللغات الأجنبية ولكن في دور للغة العربية أكيد يعني يعني يجب أن يكون هذا دور يعني مرحيات المات أو السياس باللغة العربية كتير كتير أعيني يعني يمكن هذه لازم يصر لدراسة على أساس أنه لاش ما بنعطي الرياضيات أو العلوم باللغة العربية قادرين نعطيها يمكن بالإضافة للغة الأجنبية أكيد في تركيز على اللغة العربية ولكن إحنا بنعرف يعني هالمسألة الإزواجية بين العمية والفصحة يعني التلميذ بيروح على المدرسة بيدرس شوية فصحة ما هيك بجا يروح على البات بيحكي بالعامة مع أهله وما فينا نجبر الأهل أنه يحكوا مع أولادهم باللغة الفصحة اللي كمان النقية صعبة جدا ولكن لازم يصير في تركيز بالمدارس على تمكن الطفل من أول ما يكون بالصفوف الابتدائية أنه يكون متمكن من أنه يعبر عن نفسه باللغة الفصحة لأنه هيدا الطفل رح بيصير بعدين ممكن مسؤول وما لاش يعني أحيانا بنشوف مسؤولين صعب شوي عليهم يعبروا باللغة الفصحة بشكل صحيح صعب كتير صعب شوي هنا العمية هي نتجت عن اللغة الفصحة نعم أدي يعني أدي عم تقدر تسيطر علي أكتر هلا أكيد الإنسان يعني من زمان من بعد الإسلام يعني بعض العصور الأولى للعصر الإسلامي بدأت الشعوب تتمازج وتختلط ببعضها البعض ومن تلك العصور يعني بدأ الدخول اللحن أو دخول اللغات الأخرى باللغة العربية وساعة تبلشت الفصحة تفقد بعض من شيوعها وانتشارها بين القبائل العربية يعني نحن هلأ متبت هالشي واللغة العامية بتصير ألصق للإنسان على أساس أنه بيحكيها كل يوم ببيته ومع أهله ولكن إذا نظرنا إلى الوطن العربي من المحيط إلى الخليج كم عامية عنا؟ يعني إذا نحن حتى بلبنان يمكن لحجة تختلج من شماله لجنوب وأحين في بعض الكلمات منا هي ذاتها يعني هيدا بس بينهم من البلد الواحد الصغير فكيف إذا حكينا مثلا مع أهلنا أو مواطنينا للبلدان العربية الأخرى إن كان مثلا بالعراق ببلاد الشام يعني أو حتى بالمغرب العربية أو حتى بالمغرب العربية فيه طبعا اختلاف باللغات العامية لا كاستعمال العامية والفصحة هل فيه اختلف؟ هل فيه بلدان تستعمل الفصحة أكتر من البلدان الثانية؟ طبعا بعتقد أنا السياسات الرسمية هي التركيز على الفصحة كلغة مشتركة وقاسم مشتركة يعني هي لما بيقلك مثلا نحن لغتنا الرسمية بالبلد الفلاني العربية ما بيعني العامية بيعني اللغة الفصحة ولكن الأمر الواقع بالقرى بالبلدات بالمدن بيفرض أكيد أنه هالناس عطت تعطى باللغة العامية وتبقى الفصحة في مقاماتها المتخصصة مثلا لما يكون عندك ندوة أو خطاب معين أو يعني حديث على تلفزيون السياسيين مثلا بيتكلموا باللغة الفصحة ولكن بالشارع أكيد اللغة العامية هي الموجودة ومثل ما حكيت يعني أنا أهلا قبل شواء أنه من المغرب العربي إلى المشرق العربي فيه عدة عاميات وإذا نحن تحدثنا مثلا لهج العامية اللبنانية مع حدا من المغرب أو الجزائر أو كتير صعب عليهم أن يفهموها فنحن مشان هكي عم ندعو إلى أنه يكون في تركيز على اللغة الفصحة المسهلة ما بدنا مثلا نسأل الناس أنه يحكوا بلغة جامدة أو تتبع مثلا قواعد دقيقة جدا جدا ولكن يكون فيه تأهيل لها المواطن للتلميذ أنه يكون على قدرة بالتعاطي مع الناس الآخرين بالبلدين العربية كلها بشكل يقدر يتفاهمهم مع بعضهم لأنه هذا بالنتيجة هويتنا نعم يعني أكيد هذا موضوع كتير كبير وموضوع منحكي عنه كتير ولكن بعد موضوع له أهمية كبيرة لأنه عم يحكي عن الشغلة الوحيدة أننا نتميز فيها هي اللغة العربية يعني قدرين نحافظ علي قدرين نحافظ على تعبير كتير كانت موجودة بلشنا نفقدها شوي شوي وقدرين نورتها لأولادنا أكيد يعني نحن متشكري كتب إيمان على وجودك معنا ما لك يعطيك العافية بكل أعمال اللي عم تقوم فيها ونحن كان موضوعنا عن إصدارك الأخير بين العمية والفتحة إيمان فياض ريمان نتشكريك على حضورك وأهلا وسهلا شكرا لكم